بوتين ماذا قال بوتين؟ دعنا نرى هناك مقطع بوتين عرض التوسط دعنا نعطي لكم الملخص عرض التوسط ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين ولكنه انتقد بشدة الموقف الغربي الذي ضيع الحقوق الفلسطينية ولم يدافع عن حقوقها بالرغم من أنها حقوق مشروع دولية وأيضا انتقد الغرب بشدة نتيجة لإرسال والولايات المتحدة ودولة غربية أخرى ما فيها بريطانيا لإرسال بوارج حربية وناقلات طائرات إلى آخره وأيضا انتقد السردية الغربية التي تحمل المسؤولية للفلسطينيين ولحماس وحدها هنا يظهر بايدن هنا صدقت مقولة وكانه يريد أن يصدق مقولة ابو المزور الذي قال له أنت أنت رجل محب للسلام يبدو أنه بوتين خدمت له الكلمة بايدن يعني أنه رجل محب للسلام يريد أن يظهر كذلك طبعا بوتين فقط يقتنم الفرصة فهو سعيد جدا جدا أنا أعتقد أنه ما فيش أسعد منه هو والرئيس الصيني ثم الرئيس وقيادة إيران هذه الدول ثلاثة ترى أن الغرب انغامسه الغرب خصمها ليريد إيطاحها بهم وكوريا الشمالية أيضا انغامسا غمسته غمسه الكائن الإسرائيلي في حرب لم تكن متوقعة وأعلن الكائن الإسرائيلي حرب لم يستشعر فيها الغرب مع ذلك سارع الغرب إلى الدفاع عنه بقوة إذن الغرب وهو يدعم إسرائيل وربما إذا تدخل حزب الله وبعض الجماعات المرتبطة بإيران لأنهم بدأوا يهددون أيضا في العراق في اليمن إلى آخره إذا تدخلوا بأي شكل أو بآخر خاصة حزب الله اللي عنده قوة كبيرة جدا وعنده قضية سواريخ راح بعيد لحزب الله لأن إيران أعطته آلاف سواريخ اللي امتداداتها الآن تصل إلى خمسينيات كيلومتر وليس إلى ما بعد حيفا كما كان يقول حزب نصر الله قبل عشرين عام أو قبل سبعة عشر سنة فسيكون الوضع سيء للغرب طبعا تتمنى روسيا والصين أن يدخل حزب الله لأن الولايات المتحدة قررت إذا دخل حزب الله أن تهدم المناطق الشعية في لبنان نهائيا لكن هذا سيثير قضايا أخرى لأن الإيرانيين يستطيعون استهداف عشرات الآلاف من الجنود الأمريكيين المتواجدين في العراق في الكويت في السعودية في قطر في الإمارات في البحرين في البحار في مصر في جيبوتي في اليونان في قبرص كل هذه الدول في تركيا كل هذه الدول فيها آلاف الجنود وبيناتهم كلهم عشرات الآلاف وهذا بالنسبة للولايات المتحدة يعني ستكون حرب شاملة فالوضع إذا استمر هذا الجنون جنون نتنياهو ومن معه وجنون الغرب الذي يدعم بلا تحفظ فهم يذهبون بالبشرية كلها قد تذهب إلى الجحيم الحقيقة أن الأوضاع تتوتر بشدة في شمال في ما يعرف بالخط الأزرق ما بين الكيال الإسرائيلي شمالا وحزب الله وقد تبادلوا القصف والقتل لحد الآن هناك خمسة أو ستة من حزب الله قتلوا وثلاثة واربعة من الإسرائيليين ناهيك على قصف الصحفيين قصف الصحفيين هذا راح يعطي فرصة كبيرة لسواء للمقاومين الفلسطينيين أو لحزب الله لأنه تم حتى خارج غزة وكان استهدافا لأن الغالب لهذا الصحفيين يقدمون أين يوجدون اشتركوا في القناة